طيب خلونا نروح لخبر اخر والخبر ده مهم جدا ان احنا نقعد نتكلم فيه ونشرحه لكم كده ايه على رواقه احنا طول الوقت بنقول يا جماعة احنا في انجلترا في امريكا في فرنسا في بلاد واق الواق هتلاقي الكل بيتكلم على الازمة الاقتصادية العالمية اللي زي ما بنقولكم كده هي اقوى كارثة اقتصادية حلت على البشرية من وقت الكساد الكبير سنة 29 مؤسسات التصنيف الاقتماني بالتأكيد بيكون لها دور كبير جدا في ايه في انها بتقيم الثقة الاقتمانية بتاعة الدول فتقول والله الدولة دي قادرة على الوفاء بالتزاماتها طيب بدرجة كام كذا والدولة دي غير قادرة بدرجة كام كذا مهم جدا ان احنا نشوف المؤسسات بتاعة التصنيف الاقتماني شايفة مصر فيه الملخص المفيد انها بتجدد الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة مصر على الوفاء بالالتزام وتجدد الثقة الاقتمانية في مصر هل المركز الاعلامي المجلس الوزراء يسكت؟ اطلاقا يشتغل كما جرت العادة بمنتهى النشاط والتدقيق ويبدأ يعمل تقرير بيتضمن انفو جراف او العرض المعلوماتي اللي بيسلط الضوء على هذه الشهادات اللي هي نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات مش مؤسسة واحدة مؤسسات التصنيف الاقتماني العالمية بعد التعامل الايجابي من مصر مع الصدمات الاقتصادية العالمية طيب تعالوا نشوف مع بعض وكما جرت العادة على الشاشة الكبيرة العظيمة بتاعتنا احنا هنا شايفين قدامنا الخريطة بتاعة العالم عندنا اجزاء ملونة بالاخضر او الاحمر الاخضر هو ثبات او تحسن في التصنيف الاقتماني الاحمر هو انخفاض في التصنيف الاقتماني المالوش اللون ده اللي هو اللون الرمادي دي البيانات فيه غير متوافرة يعني غير كافية لوضع صورة نهائية فهتجد انه في قلب العالم في صدارة هذه الخريطة تقف مصر باللون الاخضر فهي ما بين ثبات وتحسن للتصنيف الاقتماني هتشوف اقتصاديات بالتأكيد اكبر مننا روسيا على سبيل المثال كندا على سبيل المثال اخر وضعها الاقتماني الهند تركيا هتلاقي انه تصنفها الاقتماني للأسف الشديد في حالة انخفاض طبقا لهذه المؤسسات طيب المؤسسات ايه جماعة موديز كوربريشن وفيتش ريتنجز وستاندرد اند بورز تعالوا نشوف اللوحة التانية او سلايد التانية بتاعتنا طيب تحت العنوان استمرار تثبيت التصنيف الاقتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة فيتش شايفة ان احنا على معدل بي بلوس وبتقول سجلت مصر الاخير من الاصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا اسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة كويس ده كلام فيتش هم اللي بيقولوا طيب ستاندرد انبورز بتقول تعكس نظرتنا المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري توقعتنا بان تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل ازمة ارتفاع الاسعار العالمية ودت لنا درجة بي طيب موديز بتقول ما قامت به مصر من اصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الاقتماني في ظل التحديات الراهنة ودت لنا بي 2 طيب هتيجي تقولي تحت مكتوب منذ مارس 19 مايو 18 ابريل 19 ده بداية التقييم يعني رأيهم ان الاصلاحات اللي حصلت والتقييم اللي بدأوا يشتغلوا عليه لاجل هذا الوضع او مرورا بالاوضاع السابقة ووصولها للوضع الحالي كان من مارس 2019 ده في حالة فيتش في حالة ستاندرد انبورز من مايو 2018 في حالة موريز من 2019 اللي بعده طيب ابرز التعليقات ودي حاجة مهمة جدا بتقول ايه بقى فيتش بتقول استمر تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع التالت من عام 2021 بالمناسبة اما هنا مش بيتكلموا على الربع التالت في العام المالي بتاعنا وبيتكلم على العام العادي الطبيعي العام الميلادي الربع التالت كويس فبيقولك من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي الربع التالت وصل سنة 2021 في ربعها التالت اللي كان تسعة وتمانية من عشرة ده مش التصنيف بتاع السنة كلها ده الربع التالت من عشرين واحد وعشرين تسعة وتمانية من عشرة ده كلام مين ده مش كلام يوسف ولا كلام البنك المركزي ولا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا مؤسسة بحسية مصرية ده كلام بتاع مؤسسة فتش طيب ايه السبب قاله مدفوعا بنمو الصادرات طيب يعني ايه نمو الصادرات؟ يعني القطاعات الانتاجية بدأت تشتغل بالمظبوط تحقق فوائد قابلة للتصدير والطلب المحلي طول ما فيه طلب محلي ده يعكس ايه؟ يعكس ان دورة رأس المال المحلية ايجابية يعني ايه الكلام ده يا عم يوسف؟ يعني عندي انا كمواطن قدرة وملاءة مالية ان انا انزل اشتري قدرة وملاءة مالية ما عنديش خوف من الشراء ما عنديش تردد طيب وانا توقع ان يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام اللي هو 22 تعال نكمل مع فتش وبيقوله من المتوقع ان يتقلص يقل عجز الحساب الجاري خلال الاعوام المقبلة ليصل الى 3.5% في اي عام بقى؟ هل العام العادي؟ لا هنا بنتكلم على العام المالي 22-23 يعني من سبعة لسبعة طيب كما ساهم انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس اللي ما كنتش عجبة بعضهم فاكرين انتوا طيب بقناة السويس وارادات السياحة في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 21 ده كلام فتش تعال نروح لستاندرد امبورز قالوا ايه؟ قالوا في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميا تأثرت معظم الاسواق النشئة ومنها مصر بطبيعة الحال ولكن نتوقع ان تتمكن مصر من ادارة الاوضاع الحالية وذلك من خلال الحفاظ على سياستها المالية على المدى المتوسط يعني هم شايفين ان السياسة المالية المصرية على المدى المتوسط سياسة رشيدة حكيمة مستقرة خليكم ماشيين بالطريقة دي هتقدروا تحققوا المبتغة ده كلام ستاندرد امبورز بيكملوا كلامهم تاني وبيقولوا نتيجة بقى للي حققته مصر في السنوات الاخيرة من عجز ضئيل في ميزان تجارتها البترولي يعني ايه ميزان التجارة البترولي بصدر بقد ايه وبستورد بقد ايه فانا بقلل العجز يعني معناها ان انا بقلل استيرادي للمنتجات البترولية فقال لك نتيجة للي قدرنا نحققه من تقليل استيرادي البترول ده كده بقى الترجمة لو صح التعبير يعني وما وصلت اليه الان من اكتفاء ذاتي من الغاز فاكرين برضو بعضهم لما قال لك ايه قال لك حقول غاز ايه ده بيتحكوا عليكو ايه مش عارف شرق المتوسط ايه ده بيتحكوا عليكو ده ولا في حقول ولا حاجة ولا هتجيب حاجة طيب ستاندرد امبورز تاني بتقول لك الاكتفاء الذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض كل هذا يسهم في تخفيف حدة ازمة ارتفاع اسعار النفط العالمية على مصر عشان قللت اعتمادها على النفط طيب ايه كمان كما نرى افاق نمو قوية على المدى المتوسط مش الطويل مدعومة بتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية ستاندرد امبورز موديز بيقولوا ايه بقى ساهمت قرارات البنك المركزي الاخيرة في حماية الاحتياطيات النقدية الاجنبية ومن المتوقع ان يسهم تواصل مصر الى مصادر تمويل اضافية في تقليص عجز الحساب التجاري طب يعني ايه مصادر تمويل اضافية جديدة يعني المزيد من الانتاج يعني المزيد من الشركات يعني المزيد من جذب الاستثمارات الاجنبية المشأة المباشرة ومن ثم يصبح فيه عندك ايه عندك دولر او عملة صعبة بشكل عام داخلة طيب هي الاستثمارات اللي احنا بندخلها دي بندخلها على انهي قطعات على قطعات الانتاج والخدمات اللوجستية والعمل فيه مصانع البتروكيمويات وهكذا فده معنى انك انت بتدخل الاستثمارات على قطعات انتاجية بالاساس بوديز شايفين انه ده من شأنه انه يقلص عجز الحساب التجاري كويس طيب وبيكملوا كلامهم وبيقولوا استجابة مصر لتدعيات الازمة الروسية الاوكرانية بتعكس فعالية السياسات الحكومية هما شايفين هما اللي شايفين مش احنا مش دكتور مصطفى مدبولي مش الرئيس عبد الفتاح السيس اطلاقا الناس دول هما اللي بيقولوا تعكس فاعلية السياسات الحكومية السياسات الحكومية المصرية سياسات فاعلة من وجهة نظر موديز حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تدعيات ارتفاع الاسعار اي لو لا مد ما ظلت الحماية الاجتماعية المصرية خلال هذه الفترة او بالتحديد الفترتين بتوع كورونا واستمرت وبعدين للأسف حصلت الأزمة الأزمة بتاعة حرب أوكرانيا وروسيا فمصر راحت ما توقفتش تتفرق فبدأت تشتغل على مد مضلت الحماية الاجتماعية سواء اذا كانت مضلت الحماية الاجتماعية متعلقة بمسألة السيطرة على الاسعار والمعارض اللي بتتعامل والبروتوكولات اللي بتتعامل او ضم المزيد من الاسر الى معاشات زي تكافل وكرامة وما الى ذلك لو لا ذلك كانت حدثت الكارثة ولهذا هتلاقي الوكالة بتقولك السياسات الحكومية الفاعلة هنا ينتهي تقرير المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مشكورا جدا وتنتهي الترجمة الفورية كان معكم يوسف الحسيدي او الشرح الفوري اشتركوا في القناة